ومباشرة ننتقل إلى آخر أخبار الاقتصاد وكيناز محمد مساء الخير كيناز مساء الخير وفاة شكرا أهلا بكم مشاهدين إلى مجموعة من أخبار الاقتصاد لهذا المساء وبدايتها بالعنوية مصرف سوريا المركزي يحدد سعر الصرف بـ 8,542 ليرا للدولار الواحد للمصارف يعرقلون تصدير للفقراء بوتين صفقة الحبوب والأسمدة استخدمت بلا خجل لإثراء شركات أمريكية وأوروبية أهلا بكم إلى التفاصيل حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 8,542 ليرة سورية للدولار الواحد ومقابل اليورو بـ 9,502.98 ليرة لليورو الواحد وذلك وفقا لنشرة المصارف الصادر اليوم إلى ذلك أصدرت لجنة إدارة المركزي قرارا باستثناء عدد من المستوردات من القائمة التي حددها القرار رقم 970 والقاضي بتحديد تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك هذا وتضمنت المواد المستثنات حلب الأطفال الرضع بأنواعه والأدوية البشرية والمواد الأولية للصناعات الكيميائية أو الدوائية والتي استبقى خاضعة لإحكام القرار رقم 1814 الصادر سنة 2019 وتعديلاته ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قراطا في السوق المحلي اليوم عشرة ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله يوم السبت الماضي وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع قدره 620 ألف ليرة بينما سجل مبيع الغرام عيار 18 سعر 531 ألفا و429 ليرة في السياق حددت الجمعية سعر مبيع الأنصة عيار 995 بـ 23 مليون وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 5 ملايين و280 ألف ليرة أوضحت المديرية العامة للجمارك في بيان لها أنه لم يصدر أي تعليمات حول صلاحية البيان الجمركي سوى التعليمات الصادرة بخصوص حفظ البيانات الجمركية ورقيا والفترة التي تبقى بها لدى الإدارة العامة وفي إطار مكافحة ظاهرة التهريب أشار البيان الذي أوردته صحيفة الوطن المحلية إلا أنه لا يمكن حاليا قبول البيانات الجمركية المنظمة قبل تاريخ صدور الآلية المعتمدة لمنح موافقات إجازات الاستيراد بتاريخ الثامن من شهر أيلول 2016 حيث يرتبط هذا الموضوع بإصدار الدليل التطبيقي لمنح الإجازات للمستوردات وبطبيعة البضائع المستوردة وصلاحيتها في سياق آخر أكدت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أنه تم تخصيص الإنتاج الزراعي المصنع بدعم مجزن في سياق البرنامج الدائم المعمول به لدى صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي وبحسب ثائر فياض المدير العام للهيئة فإن الصناعات الغذائية مدعومة بنسبة 7% من قيمة صادراتها بشكل دائم كما يسدد الصندوق وفقا لهذه النسبة التزامات المنشآت الصناعية الغذائية لمطارح دعم محددة كالضريبة الدخل المالية والتأمينات الاجتماعية وفق ما هو وارد بالقانون رقم 3 لعام 2016 في الاقتصاد العالمي أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن صفقة الحبوب استخدمت بلا خجل لإثراء الشركات الأمريكية والأوروبية مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لتعويض الحبوب الأوكرانية مجانا أو على أساس تجاري قبل أيام من مغادرة القادة الأفارقة إلى سان بيتروسبورغ لحضور القمة الروسية الإفريقية بضيافة الرئيس الروسي كتب بوتن تحت عنوان روسيا وأفريقيا توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم وخلق مستقبل النجاح على موقع الكرملان لم يعد هناك جدوا من استمرار صفقة الحبوب التي لا تحقق هدفها الإنساني ظهور روسيا مجددا في القارة السمراء لا يرتبط بالحرب الأوكرانية فبعد وصف قرار روسيا بأنه طعنة في ظهر أفريقيا كان جواب بوتن واضحا بلدنا قادر على تعويض الحبوب الأوكرانية سواء على أساس تجاري أو على أساس مجاني موسكو ستعمل على بذل كل ما بوسعها لمواصلة توريد الحبوب والغذاء والأسمدة إلى الدول الإفريقية تركيا الوسيط الأساس في صفقة الحبوب تعتزم مناقشة الصفقة داخليا في انتظار المحادثات المقبلة مع بوتن الذي اتهم الغرب باستخدام المبادرة بلا خجل لإثراء الشركات الأمريكية والأوروبية فبحسب الصحف تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وأنقرة بعد أن اتخذت الأخيرة عقب انتخاباتها مسارا جديدا باتجاه الغرب وكييف التي تخاطب ودة توركيا لدخول الناتو وإيجاد وسيلة جديدة لشحن الحبوب عبر البحر الأسود لم تتفرد كييف بإيجاد طرق جديدة للشحن فمصر ذهبت أبعد من أوكرانيا بحلولها صفقات حبوب مع موسكو بالعملة المحلية وهو ما تسعى له روسيا لإزاحة الهيمنة الخضراء عن السوق يبدو أن النتائج تعنونها السطور بأقلام كاتبيها اتفاق بلا معنى بقلم روسي وبدائل عن إبرام عقود أجلة أو اتفاق مع بنوك استثمارية بصفقات بالعملة المحلية بقلم فرعوني ليبقى الكلام هو كلام على الجانب الآخر من البحر هذا وأكدت صحيفة وولستريت جورنال أن روسيا حققت انتصارا كبيرا في أسواق الطاقة العالمية في الأيام الأخيرة حيث بدأت بيع نفطها فوق السقف السعري الذي حدده الغرب الصحيفة استندت إلى بيانات شركة أرغوس ميديا التي بيّنت أن سعر برميل النفط الروسي من ماركت يورالس تجاوز مستوى 60 دولارا للمرة الأولى منذ فرض الولايات المتحدة وحلفائها عقوبات على إمدادات الذهب الأسود من روسيا يذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع فرضوا سقفا لسعر برميل النفط الروسي في كانون الأول ديسمبر 2022 حيث حضر على شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها إذا تم بيعه فوق مستوى 60 دولارا للبرميل بهذا تنتهي أخبار الاقتصاد لهذا المساء شكرا للمتابعة وعودة للزميلة وفاء وما تبقى من النشر شكرا يعطيك العافية شكرا 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 شكرا